نحييكم وإليكم نشرة الأخبار شنت طائرات صيونية غارات استهدفت مناطق قرب العاصمة دمشق والحدود السورية مع لبنان الغارات التي لم توقع أي خسائر في الأرواح استهدفت وفقا لمصادر في المعارضة مستودعات للصادر والوارد قرب مطار دمشق الدولي كما أنها تأتي بعد الخسائر التي مني بها مسلح داعش والتي أجبرتهم على الابتعاد عن مطار دير الزور العسكري بعد معارك عنيفة كما أن غارات اليوم تأتي بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية التعاون الكبير بين الكيان الصيوني والجماعات المسلحة التي تقاتل ضد دمشق ومن بينها داعش والنصرة المصنفتان دوليا على لائحة الإرهاب وبعيدا عن سوريا أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلقاء القبض على أكثر من 130 شخصا جلهم من السعوديين اتهمتهم بالإرهاب وفي الكويت وفي إطار محاربة الإرهاب أعلن وزير الأوقاف نية الوزارة مراقبة المساجد غير المرخصة لمحاربة التطرف وجاءت هذه التصريحات فيما شهدت أرويقة مجلس الأمة نشاطا ملحوظا اليوم تخلى له تدشين أولى الحلقات النقاشية الخاصة بتعديل قانون البلدية كما ناقش ممثلون من الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة أسباب خفاض أسعار النفط وهي المناقشة التي أعقبها تأكيد الحكومة عدم وجود نية لفرض أي ضرائب وأن رأيها عن البديل الاستراتيجي سيتضح يوم غد